موعيد الاهلي في الدوري زي ما قلت لحضراتكم اول مباراة للاهلي مع بلوزداد المباراة تانية مع ميدياما الغاني هيرجع من غانا بنسبة كبيرة هلا مع بلدية المحلة لان مطش بيراميز هيؤجن نتيجة ظروف بيراميز في التوقيت ده بعد كده الاهلي هيكون عنده مباراة يانجي افريكان زي التنزاني في الدوري حاجة الاخيرة واللي برضه المفروض الزملاء او الناس المفروض بتمتهن هذه المهنة منذ سنوات طويلة لما تكلم على تاجيل مباراة للاهلي طلع يا جيش وكده هنبوز الدوري وهو بيتكلم ما جابش سيرة انه لما مطش نهاء الكاس بين الاهلي والزمالك اتغير معاده من 13 تلاتة ل8 تلاتة ده غير اسبوعين في جدول الدوري وهيأجل اسبوعين في جدول الدوري يعني كان من المحدد ان تتلعب مباراة المؤجلة يوم 6 مارس خلاص اتلغى هذا القرار كان من المفترض ان الاسبوع الخمستاشر يتلعب 9 مارس والاهلي عنده مبرامة على البنك الاهلي والزمالك عنده مبرامة على الجونة الاسبوع ده تأجل هل خدوا بالهم من ده؟ لا عشان تعرف بس ان النية مستسلكة النية مستصفية هو عايز يحط الاهلي في جملة مفيدة عايز يعمل اثارة للرأي العام على النادي الاهلي لكن لو سألته طب ما هو فيه موعد في الدورة غيرت بسبب نهاء الكاس اللي تقدم معاده عامل نفسه مش شايف مالوش علاقة مالوش دعوة فيا جلت يا جماعة بس وانتوا بتخضلوا الرأي العام تراعوا ان فيه ناس بتتفرج عليكم وبلاش اثارة التعصب بهذا الشكل الاهلي محدش الاهلي محدش بيقف يعني جنبه لمجرد انه عايز يجامل الاهلي لا الاهلي ما بيتأجل له مباراة قبل كده انه كان بيلعب كاس عالم اندية دوري السوبر ليج كاس السوبر الافريقي الاهلي ما كانش اجازة فيه ناس تانية هي اللي قعدت واخده اسبوعين ثلاثة اجازة بعدش اخد بالهم من التفاصيل دي فانتوا بتحاولوا دايما تصدروا للناس ان الاهلي بتجامل والله العظيم الاهلي اخر نادي ممكن اي مسؤول في الاتحاد او في الربطة يفكر انه يجامل الاهلي لان الاهلي اساسا مش مش مجهول او ما عندوش وقت ان يفكر في المجاملة الاهلي عندو تفاصيل كتيرة بيفكر فيها فبلاش حد يزايد على النادي الاهلي في الفترة اللي جاية لان التأجيلات اللي جاية كتير اسبابها انتوا عارفينها فمحدش يتكلم ويرمي الحمل كله على النادي الاهلي